ولكن من رحم المآسي تولد الإنجازات فمايكل حداد تخطى إعاقته الجسدية وحقق انتصارا جديدا بتسلقه صخرة الروش ركم قياسي جديد لرجل تحدى إعاقته الجسدية والمجتمع هنا على صخرة الروش التي تمثل قلب لبنان كما قال ها هو مايكل حداد يتسلق الصخرة على اجتفاع يتخطى الأربعين مترا رغم الشلل الذي يعانيه من صدره حتى أسفل قدميه ها هو يثبت للجميع أن الإنسان بإرادته وإيمانه قادر على كسر كل الحواجز وصل مايكل إلى صخرة الروش ورفع علم لبنان شاكرا الجيش وفوج المغاوير الذي تدرب معه على تسلق ثلاثة أشهر ومن رجل تحدى إعاقته رسالة إلى كل اللبنانيين اليوم أنا طلعت تقول ثلاث كلمات بدنا نكون لون واحد بدنا لبنان لألنا بدنا لبنان لأولادنا بدنا نكون كلنا إيد وحدة بهذا البلد لأن هذا البلد اللي بنا نعيش فيه تاني نقطة بدي أولى وأكيد هوني ما فيني إلا ما أشكر فائد الجيش الجون قهوجة اللي كان أنا عم يدربني تنتمتل نحنا بقلوب هيدا العسكر كيف نحنا من كل لبنان حطينا إيدينا بإيديان بعض وخلوا يعملوا هيدا الأمر المستحيل وقتالقالة قلتل إذا استنسلمت وإذا ما عملتا قلتلون أنا اللي عم يدربني فوج المغاوير والجنرال شامل روكوز هدوان الجماعة ما بيعرفوا هيدا الكلمة شغلة الثالثة اليوم عملت ونقيت سخرة الروشة لأن احنا لازم نحط عيننا على البيئة مايكل رغم إعاقاته الجسدية نجح حيث ما فشل من يملك جسما سليما تمكن من اجتياز كل الحواجز ونجح في جمع اللبنانيين هنا عند أحد أبرز الرموز اللبنانية كرس أجمل الصورة للبنان اشتركوا في القناة